بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على فضله وإحسانه حرم التعدي على الناس بالبغي والظلم في دمائهم وأعراضهم وأموالهم وشرع العقوبات الرادعة التي توقف المعتدين عند حدهم وتصون حقوق المستلعفين والمظلومين الصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد وآله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نواصل الحديث معكم في هذا البرنامج وكان قد انتهى بنا الحديث السابق إلى موضوع الجنايات فليكن موضوع حديثنا في هذه الحلقة وما يليها من الحلقات إن شاء الله وبه التوفيق قد عرف فقهاؤنا رحمهم الله الجنايات بأنها جمع جناية وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض وقد عقدوا للنوع الأول منها وهو التعدي على البدن كتاب الجنايات وعقدوا للنوع الثاني والثالث وهما التعدي على المال والعرض كتاب الحدود وموضوع حديثنا الآن هو النوع الأول وهو التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارا وقد أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق ودليل ذلك من الكتاب والسنة قال الله تعالى وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة أواه مسلم وغيره والأحاديث بمعناه كثيرة فمن قتل مسلما عمدا عدوانا فقد توعده الله تعالى بأشد الوعيد قال تعالى وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وحكمه أنه فاسق لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والقتل داخل تحت المشيئة لأن ذنب القاتل دون ذنب الشرك وهذا إذا لم يتب أما إذا تاب فتوبته مقبولة فقد قال الله تعالى يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لكن لا يسقط عنه حق المقتول في الآخرة بمجرد التوبة بل يأخذ المقتول من حسنات القاتل بقدر مظلمته أو يعطيه الله من عنده ولا يسقط حق المقتول بالقصاص لأن القصاص حق لأولياء المقتول قال العلامة الإمام بن القيم رحمه الله التحقيق أن القتل تتعلق به ثلاثة حقوق حق لله وحق للمقتول وحق للولي فإذا أسلم القاتل نفسه طوعا للولي ندما وخوفا من الله وتاب توبة النصوحا سقط حق الله تعالى بالتوبة وحق الأولياء باستيفاء القصاص أو الصلح أو العهو وبقي حق المقتول يعوضه الله يوم القيامة عن عبده التائد ويصلح بينه وبينه والقتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام عند أكثر أهل العلم وهي القتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ فأما العمد والخطأ فقد ورد ذكرهما في القرآن الكريم قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا إلى قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وأضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وأما شبه العمد فثبت في السنة المطهرة كما في حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلط مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح رواه أحمد وأبو داود وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوت والعصى فيه مئة من الإذل منها أربعون في بطونها أولادها رواه الخمسة إلا الترمذي فالقتل العمد هو أن يغصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به فنأخذ من هذا التعريف أن القتل لا يكون عمدا إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط الشرط الأول وجود القصد من القاتل وهو إرادة القتل والشرط الثاني أن يعلم أن الشخص الذي قصد قتله آدمي معصوم الدم الشرط الثالث أن تكون الآلة التي قتل بها مما يصلح للقتل عادة سواء كان محددا أو غير محدد فإن اختل شرط من هذه الشروط لم يكن القتل عمدا لأن عدم القصد لا يوجب القود وحصول القتل بما لا يغلب على الظن موته به يكون اتفاقا لسبب أوجب الموت غيره لسبب أوجب الموت غيره وللعمد تسع صور معلومة بالاستقرار ذكرها الفقهاء رحمهم الله إحداها أن يجرحه بما له نفوذ في البدن كسكين وشوكة ونحو ذلك من المحددات قال الموفق لاختلاف بين العلماء فيما علمناه في ذلك الثانية من صور القتل أن يقتله بمثقل كبير كالحجر ونحوه فإن كان الحجر صغيرا فليس بعمد إلا إن كان في مقتل أو في حال ضعف قوة المجني عليه من مرض أو صغر أو كبر أو حر أو برد ونحوه أو ردد ضربه بالحجر الصغير ونحوه حتى مات فإن ذلك يكون من العمد ومثل قتله بالمثقل لو ألقى عليه حائطا أو دهسه بسيارة أو ألقاه من مرتفع ثمات الثالثة من صور القتل العمد أن يلقيه إلى حيوان مفترس كأسد أو إلى حية لأنه إذا تعمد إلقاءه إلى هذه القواتل فقد تعمد قتله بما يقتل غالبا الرابعة من صور القتل العمد أن يلقيه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما الخامسة من صور القتل العمد أن يخنقه بحبل أو غيره أو يسد فمه وأنفه فيموت من ذلك السادسة أن يحبسه ويمنعه ويمنع عنه الطعام والشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا ويتعذر عليه الطلب لأن هذا يقتل غالبا السابعة من صور القتل العمد أن يقتله بسحر بسحر يقتل غالبا والساحر يعلم أن ذلك يقتل غالبا الثامنة من صور القتل العمد أن يسقيه سمًا لا يعلم به المجن عليه أو يخلطه له بطعام فيأكله جاهلا بوجود السم فيه التاسعة أن يشهد عليه شهود بما يوجب قتله من زنًا أو ردة أو قتل فيقتل ثم يرجع الشهود عن شهادتهم ويقولون تعمدنا قتله فيقتلون به لأنهم توصلوا إلى قتله بما يقتل غالبا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله لمواصلة الحديث في هذا الموضوع إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة